هذه القصة هي متعلقة بقصة ذلك الشاب الذي ذكرنا الشاب الذي يصيب بعين في الحرم حينما تعبنا في حالته جاء والده وقال إن صحني ماذا أصنع؟ قلت له آية الكرسي بعد هذا لأنه تعب سنة في العلاج فذهبوا كانوا في رمضان وذهبوا فرجعوا بعد رمضان فجاء والده ووالده كان رجل كبير في الستين عام أو خمسة وستين سنة جاء يريد أن يقبل رأسه ويقبل يدي قلت له لا تفعل لماذا؟ قال جزاك الله خيرا قلت له في ماذا؟ قال آية الكرسي قلت له ما شأنك بها؟ على إيش كان لابني؟ قال والله قل طالما ابني يقرأ أنا سأقرأها أيضا وما يشتكي من شيء الآن قال فأصبحت أقرأها طول اليوم قال والله حتى أصبحت حينما أنام أحلم بها كأني أقرأها من شدة ما كان يقرأ آية الكرسي قال يا شيخ في أول يوم قرأتها بهذه الطريقة قمت فتقيات واستفرغت دم كثير جدا قال والله المفرشة امتلات قال فأخذوني أبناء إلى الطوارئ في المستشفى قال الدم الذي فقط كان نازل على ملابسي أو التي ألبسها حينما دخلت المستشفى الناس يقول لا إله إلا الله سبحان الله مسكين أعانك الله إيش هذا قال ولو رأوا الدوم الذي خرج في المفرش في الغرفة قال ما أدري ماذا يقول قال دخلت للطبيب ينظر اجلس هنا اجلس هنا فحص يقول لي أنت طيب يقول له نعم أنا طيب قال ما أشعر بأي تغير فيه فحصوا فعلوا كل شيء قال ما ماذا أصنع لك ما عندي شيء قال رجعت إلى البيت واستمريت على آية الكرسي أقرأها قال فقرأت آية الكرسي اليوم الثاني قال جاءني مثل الإسهال في البطن قال دخلت الحمام أكرمكم الله قال دخلت الحمام قال فإذا بدالك الإسهال فقال أنظر فإذا هو دم دم كثير ينزل مني قال فقلت لعله نزيف داخلي لا بد أن أذهب المستشفى فأمرت أبنائي فأخذوني إلى المستشفى ذهبت إلى المستشفى قال الطبيب يبحث ينظر قال ما في شيء ابنه المصار الذي عالجناه صرخت التي فيه تقول هذه آية الكرسي وقفها قال فأك أنه نبهني إلى شيء فقلت والله لن أتركها حتى لو أموت قال رجعت للبيت وقرأتها بإصرار قال يوم الثالث قال أتقي دم ولكن مع الدم خرجت أربعة ثعابين أفعى صغيرة هكذا قال لكن هي في شكل الأفعى قال بطول هذا قال خرجت تقيقتها فإبنه قال والله يا أبي خمسة ما كانت أربعة قلت له خمسة وأربعة طيب وبعد هذا قال شعرت براحة عجيبة وبنشاط عجيب يقول تعلم يا شيخ أني عملي ميكانيكي وعندي ورشة قال كنت في السابق خلاص كبرت في السن خمسة وستين عام قال أذهب في الصباح الساعة الثامنة أجل الساعة ساعتين أخذ ما استطيع أن أحمل شيء ثقيل قال أخذ مثل الدينيمو أو شيء قطعة صغيرة هكذا أفتحها وأصلح فيها قليل قال لي أختي وقت صلاة الظهر خلاص أشعر بالتعب والإعياء أذهب أصلي وأذهب إلى البيت أتغدى وأنام إلى العصر ثم أرجع من العصر إلى المغرب وأرجع إلى البيت مع أبنائي قال بعدما حدث لي هذا الحادث قال وجدت نفسي بعد صلاة الفجر أقول لماذا ما أذهب وأفتح هورشتي من الصباح الباكر قال فتحت وجلست أنتظر أن يأتيني ذلك الإعياء والتعب الذي كان يأتيني في ساعة وساعتين قال ما وجدت نفسي إلا قد أذن الظهر وأنا بكامل نشاطي قال بعد الظهر قل ترجع البيت قلت لا يا أبنائي اخذوا لنا طعام وغدا نتغدى في الورشة ما ترجع البيت قال لا ما نرجع البيت لماذا نرجع البيت يقول هذا شيء ما أعتدته إلا قبل عشرين وثلاثين سنة حينما كنت في قوتي وصحتي قال تغدين وذهب كل واحد في عملي قال والله جالس هكذا يا شيخ وأنظر مطور سيارة مكينة سيارة في الأرض قال أنظر قل أنا أستطيع أحركها قال فأقول إيش تحرك فيها قال لزمان كان عندي قوة أحرك المكينة هكذا بيدي قال فقمت نظرت ما يوجد أحد قال والله مسكت هذا المطور وأحركه قال ويتحرك معي أسحب عندي قوة قال أجدها في جسدي قال الآن النشاط الذي أشعر به والله كأني رجعت عشرين سنة إلى الوراء وبإذن الله تعالى لنا أترك آية الكوليسي القصص في هذه طبعا كثيرة جدا ولكن أحبت أن أأخذ هذه القصة أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفق الجميع لما يحبه ويرضاه